هل أنت مفكرتش أن تطلع على جامعة خاصات التي كنت مميز في منتخب مصر ونفس الكلام لعدة بدري درجة أولى؟ لم أفكرتش أنت تطلع؟ لا، أنا كنت ستطلع، لكن قليل الإصابة وقليل الصليب وغضر فيهم، فخلاص قلت قدر، وأن أنا لازم خلاص كده حاض ولكن أقول لك على حاجة أعادتك كان أحسن لك، أقول لك، ليس لشان حاجة، إذا اكتسبت خبرات، لم تكن تكتسبها لك وكل خير، وربنا يدينينا الأحسن، حتى لو أنا كنت طبعاً من دقيقة وقتها عشان صريبي، قلت لأنني لا أعرف أرجع كل تقريباً جيلي سافر أمريكا، بس أنا قلت لأنني أرجع بصعوبة، بس الحمد لله، الحمد لله ربنا قل لي أنت وأنت مع المنتخب حاسس أن أفريكا تقدمت في البسكت؟ يعني أنت برضو أكيد تشوف وأكيد تبعت أنت صغير مرشد، حاسس أن أفريكا تطورت، يعني أنا شايف بعين المشاهد أن فانياتهم عالية جداً هذا طبعاً بالإضافة للفيزيكا للي هو أصلاً عالي، شايف أن هما تطوروا، شايف هما جماعياً تطوروا، بقى الموضوع صعب ولا الدنيا؟ يعني ممكن نقدر؟ لا، يعني زي ما حدك بتقول كده هما أصلاً كانوا فيزيكاً كويسين جداً، يعني هما أصلاً القوة والسرعة وكل ده عندهم، جابوا مدربين أجانب تطورهم نفسهم، فده طبعاً زادهم مهارة، فالمهارة على القوة والسرعة طبعاً، الموضوع بقى صعب جداً، يعني الموضوع بقى صعبة جداً في أفريقيا، حتى الفرق اللي هي مثلاً أي فرقة مثلاً، يعني كانت تحتينا بكتير، عندك مرواندا اللي هي جاية مبعدينها بكتير، بقى الموضوعها صعب، كل ده الموضوع بقى صعب، غينيا، أغاندا، كل ده بقى موضوع صعب، ولكن لو كنا متأكد، لو كنا في ظروف أحسن من اللي فاتت وكاملين، كنا نعمل حاجة كويسة جداً، كنا ممكن نلعب جيداً مع تونس، نحن لم نفعلنا حلو جداً مع تونس، كنا على خسابهم، تونس يعني مصر بالنسبة له، أنا طول عمرنا، تونس حبائبنا وصحابنا، بس أول ما صفارة ومشوفه تشيرت واتخب مصر، ذات جزائر كبزة، نحن جلنا كمان حتى مع تونس، أنا مفتكرش أن أنا خسرت من تونس مرة مصالح بدأ يطلع، إنما كان جيلي كله أعيام لمجت بالنجاح، وهم يمكن هم عرفين عنه إيه، كل ده كنا نحن بدكسل على طول، كان مطش تونس ده بالنسبة لنا، الحمد لله بإذن الله مضمون، هم طوروا بعد كده، طوروا جداً 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 جداً، وعندهم كمان موضوع الاحتراف، في كذا رعيب عندهم محترف، عندهم صالح، صالح احتراق القرف، في أوروبا يعني مكرم من رمضان، أحتراف في فرنسا، وعمر عبادة، وبعدين مكرم دواتي بلعب في برتغال، بنفيكا البرتغال، بنفيكا ده كان بلعب في جون جاك، الأنجولي، يعني بنفيكا دائماً بيبص على لعب الأفراطي، لازم عنده مكان، بنفيكا والفرقة كويسة، وخلي بالك المحترف اللي جابته تونس، اللي هو مايكل كورس، اللي هو مجنس، 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 مايكل رول، مايكل رول، متعب، صح؟ جامد، لأ هو لعيب، هو هيئته ما تديش له لعيب، بس هو لعيب جامد، يعني لعيب جامد جداً، شنبو، شنبو، وكرش، أنا كنت مع رشو، أقول مين ده يعني، بس لما شفته، لأ هو جامد جداً، يعني هو زكي، اه، اه، اه،